سؤال بقى من وحي حلقة النهاردة من وحي من وحي حلقة النهاردة بس هنرجع لورة شويتين اللي مخطوبة يا سيدنا ومعتقدة هتسكن في بتاعي لو فيه سلايف ومعتقدة انها بس مفروض تتعرف على خطيبها وعلى شخصية خطيبها نقول لها ايه في الختام كده ريح نفسك ساعتك تكمن في عيلة خطيبك أكتر من خطيبك ثاني ساعتك مرتبطة بعيلته أكتر منه لعدة أسباب انت بتعيش مع أعضاء عيلته أكتر من الوقت اللي بتعيشي معه هو وقت النهار في شغله وانت معهم الأمر الثاني هو واحد وهم عشرة فتأثير العشرة أكتر من الواحد نمر الثلاثة هم أقرب له وأكثر ارتباطاً به زمنياً بقاله سنوات عايش معهم وانت جديد عليه فقوعت فتكري بسهولة إنه هيقف معاك ضد أهله كلهم نصيحتي ليكي اكسبي أهله عشان تكسبيه اللي عايزة تعيش سعيدة مع جزها تكسب حماتها وفي بيت عائلة تكسب سلايفة وتكسب إخواته وتلاحظ يا سيدنا إنها لو لقيت فروق كبيرة ما بينها وبينهم خد القرار حتى لو هي مقتنعة بالشخص بس العيشة هتبقى صعبة معاهم عشان كده هنانسي أنا بقوله هو ارتباط عائلات أكتر منه ارتباط أفراد صحيح عشان كده البيت بيقع يعني هي علاقتها بجزها بتطلخبط أما عودوا يزنوا عليه كل يوم تفتكري كلامها هيأثر عليه الزنة هيأثر عليه وما فيش حد ما بيغلطش وما همش كلها أخطاء هوا بيكلموا فيها لا يا بنتي أنت دخل على العيلة تكسبي كل العيلة عشان إذا كنت حترتبط بهذا الشخص من الأول مش هتعرفتك سبيهم ومش هتعرفت عيشي معهم رايح نفسك ودواري على سكة تانية غريبا وهم بقى أن أنا هقفل على نفسي ومحدش له دعوة بي أنا أقدر أأثر عليه ونقدر مش عارف إيه وأنا ما رايح نفسك